تعزيزات عسكرية سورية لاستكمال معركة تحرير دير الزور وموسكو تعلن تحرير 85% من سوريا مصادر تؤكد للميادين نقل المسلحين من أصول تركمانية إلى الحدود التركية انتشار مسلح للبشمرقة في محيط كاركوك وداكوك وطوز خرماتو وبغداد تعتبره عائقا أمام تحرك قواتها الرياض تعلن أحباط مخطط لداعش لمهاجمة وزارة الدفاع مناورات بخطط دفاعية لروسيا وبيلا روسيا بالتزامن مع مناورات تقودها الولايات المتحدة في أوكرانيا أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم من الميدان السوري مجد ليلى من دير الزور ومن الميدان العراقي محمد الفهد من بغداد ومن الميدان الروسي سلام العبيدي من موسكو ولمتابعة هذه التطورات ينضم إلينا في الاستوديو البحث العسكري العميد المتقاعد محمد عباس دكتور أهلا بك نبدأ الميدانية أفاد مراسل الميادين بغصول قوافل عسكرية وامدادات الذخيرة للجيش السوري تمهيدا لاستكمال معركة تحرير دير الزور من مسلح داعش الجيش السوري وحلفائه كانوا قد حرروا تلالة السبعة عشر جنوب غرب لواء التأمين في ريف دير الزور الجنوبي موسيقى أعلنت قيادة القوات الروسية في سوريا أنه بقي نحو خمسة عشر في المئة من الأراضي السورية لتحريرها من داعش هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري يشارف على القضاء على داعش في شمال دير الزور وجنوبها أيضا وأشرت إلى أن الطائرات الروسية دمرت مئة وثمانين موقعا لداعش خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأعلنت تحرير ثماني بلدات في سوريا خلال أسبوع ما سمح بشر ذمة مجموعات داعش في منطقة أقيربات وتدميرها أكدت مصادر من الأهالي في مدينة إدلب للميادين نقل المسلحين الأجانب من أصول تركمانية إغور وأزبك وققاز إلى منطقة الحدود السورية التركية المصادر أضافت للميادين أن الحديث بين المسلحين الأجانب يؤكد أن عملية نقلهم إلى الحدود هي تمهيد لعودتهم إلى بلدانهم مجد ليلى من دير الزور مجد أهلا بك آخر التطورات سيما وأن هناك إمدادات عسكرية وصلت لاستكمال ما تبقى تحت احتلال داعش التفاصيل معك نعم سلمة هذه الإمدادات تدخل على مدار الساعة إلى مدينة دير الزور أيضا كان هناك قوافل من الذخيرة والسلاح والعتاد الجديد ربما هي قطع عسكرية جديدة ستنظم هنا تابعة للقوات الموجودة داخل مدينة دير الزور كبداية لإنشاء قواعد عسكرية جديدة داخل المدينة في أقصى الشرق من سوريا لمتابعة العمليات العسكرية في مدينة دير الزور وريفها الواسع الممتد حتى الحدود السورية العراقية طبعا يعني العمليات بشكل عام هي مستمرة في المدينة الجيش السوري وصع من نطاق السيطرة له في قطاع الجفرة هذا القطاع المهم الذي يحيط بمطار دير الزور العسكري من الجهة الشرقية وهو يعتبر خط دفاعي أساسي عن مطار دير الزور العسكري على مدى أربع سنوات متواصلة من الهجمات المتكررة للتنظيم داعش على هذه المنطقة طبعا هو قطاع يواجه كبرى مراكز ثقل داعش في الريف الشرقي يعني خطوط امداد داعش إلى هذه الجبهة تبقى مفتوحة دائما إلا من بعض ضربات الطيران التي تعزلها ناريا عندما تشتد وتيرت المعارك وهذا ما كان موجودا في الهجمة الأخيرة للتنظيم منذ ثمانية أشهر حيث لعب الطيران السوري تحديدا أيضا والطيران ومشاركة من الطيران الروسي دورا فاعلا في قطع طرق الامداد والعزل الناري عن محيط مطار دير الزور العسكري حتى يعني بقي صامضا حتى لحظة فك الحصار عنه وأيضا يعني العمليات العسكرية هنا في مدينة دير الزور تتركز في محور آخر وهو المحور الشمالي من هذه المدينة باتجاه البغيلية وباتجاه مستودعات عياش إذن نستطيع أن نختصر هذه المحور بمحورين المحور الشرقي باتجاه المطار وأيضا المحور الشمالي باتجاه البغيلية واتجاه مستودعات عياش شمال مدينة دير الزور باختصار من فضلك على المقلب الآخر ماذا عن تحركات قصد باتجاه دير الزور نعم سلمة في الحقيقة تنظيم أو مجموعات قوات سوريا الديمقراطية قد وصلت إلى مرحلة قريبة ومنطقة قريبة من الضفة الشرقية لنهر الفرات هذه القوات هي محسوبة بطبيعة الحال على التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا وأيضا هي تغطي له جويا لعمليات التقدم التي يقوم بها هذه قوات قوات سوريا الديمقراطية وصلت إلى منطقة واحدة توقفت عندها هي عند مشارف شركة الكونيكو للغاز وهو تقريبا من كبرى حقول الغاز في الشرق الأوسط يقع إلى الشرق من ضفة الفرات حتى اللحظة سلمة الجيش السوري يقف على الضفاف الغربية لنهر الفرات حتى اللحظة لم يتم عبور أي قوات إلى الضفة الشرقية كان هناك معلومات غير مؤكدة وغير دقيقة في الحقيقة لعبور الجيش السوري لأن هذه العملية الآن مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية إلى الضفة الشرقية باتت عملية حساسة جدا يعني عملية يمكن أن يكون فيها عملية تصادم دولي أو أقليمي بين التحالف الأمريكي وقوات الجيش التي ربما سيواجهها التحالف إذا ما قطعت النهر إلى الضفة الشرقية مجد ليلى كنت معنا من دير الزور شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات عميد قبل أن نبدأ بمعركة نذهب إلى دير الزور والمعارك هناك لنفهم أكثر ونتابع ما الذي يجري الآن في ريف حمص وريف حمام بشكل عام في ريف حمص الشرقي وريف حمام الشرقي هو هذا البعض ملوني بالأسود مثل ما ملاحظين هذه المنطقة هي متصلة ريف حمام الشرقي وريف حمص الشمال الشرقي هذه المساحة تضيق يوما بعد يوم اليوم سيطر الجيش العربي السوري على قرية مسعود في ريف حمام الشرقي وعلى جبل بلعاس شمال شرق جب الجرح في ريف حمص الشرقي يعني لاحظة هذه هي منطقة متصلة بين ريف حمص وحمام وهذه المنطقة تضيق باستمرار وأنا أعتقد أنه أسابيع قليلة وربما أيام ستنتهي سيتم السيطرة على هذه المنطقة بالأمس شن طيران روسي حوالي 180 غارة في محيط العقير بات لتسهيل تنظيف هذه المنطقة من قبل الجيش العربي السوري وحلفائي أيضا على الحدود الأردنية السورية الجيش العربي السوري تقدم وسيطر على النقاط 173 إلى 176 وصولا إلى مخيم الحدلات هذا مخيم الحدلات على الحدود الأردنية يعني تقدم حوالي 18 كيلومتر على الحدود خاصة بعد أن سحبت فصائل البادية قصم منها سحب إلى الأراضي الأردنية بناء لطلب التحالف وقصم بقي في هذه المنطقة والجيش السوري يستمر في عملياتي ولكن بسرعة يعني هذه الفصائل التي بقيت غير مدعومة يعني لم تنفذ الشروط وأنا أعتقد أنه البعض منها يرسل إشارات للاستسلام في ريف الدير الزور لننطق إلى دير الزور ملاحظة هذه المنطقة هذا اللسان لوصل إلى دير الزور وهي طريق الرقة عبر كباجي بالشولى دير الزور هذه الطريق أصبحت مؤمنة إنها ملاحظة صحيح المسافات هون تبدو على الخريطة تبدو قريبة ولكن هي مساحات كبيرة نسبيا إلى الجهتين الشمالية والجنوبية من الطريق أصبحت مؤمنة لذلك سمعنا المراسل يقول أن الامدادات تصل عبر هذه الطريق بكثافة والتعزيزات تصل إلى الجيش العربي السوري وحلفائه في المطار أو في دير الزور طبعا من الجهة المقابلة أبل أن ننتقل إلى الخريطة المقربة من الجهة المقابلة قوات سوريا الديمقراطية تقدمت بسرعة على طريق الحسكي دير الزور في منطقة فارغة نسبيا يعني لا مكان لا وجود لداعش التقدم بسرعة لقوات سوريا الديمقراطية تقدم بدون معركة لأن هذه المنطقة غير أهلة ومنطقة حتى ليس فيها تلال حاكمة تقدمت من هذه المنطقة ووصلت إلى شمال دير الزور شمال شرق دير الزور تقريبا أصبحت بعيدة ستة كيلومتر عن نهر الفرات بهدف قطع الطريق على الجيش العربي السوريون نحن هذا أشرنا إليه في حلقات سابقة قطع تحرك قوات سوريا الديمقراطية بإعاز من الأمريكيين للوصول إلى الفرات لرسم خطوط حمراء من خلال وجود قوات سوريا الديمقراطية ما هي استراتيجية للأمريكي هناك؟ طبعا إذا الجيش قطع كما حصل في التنافو كما حصل في ريف الرقة عندما يصل الجيش يتدخل الأمريكي وربما يحصل صدام ويقول أننا ندافع عن قواتنا أو ندافع عن حلفائنا تماما هذا الأمر تكرر في ريف الرقة وفي التناف يعني هو يدفع بقوات سوريا الديمقراطية وإلنا أن هذا دور مشبوه لقوات سوريا الديمقراطية قبل ما تنتهموا معركة الرقة هم يعني يحصل صباق باتجاه دير الزور والاكرار والقوات سوريا الديمقراطية لا تزال متعثرة في الرقة هل أنا عنوشان بالخريطة الثانية الثانية نعم الخريطة الثانية هي توضح بصورة أكبر هاي الخريطة دير الزور طبعا هاي المنطقة بين الثردة طب قبل أن أنتقل إلى الثردة هل وارد الاشتباك المباشر بين الجيش السوري وحلفائه من جهة وقصد من جهة أخرى قصد تحرشت بالجيش السوري في ريف الرقة الجنوبية وقام الطيران الأمريكي وأسقط طائرة سورية في المنطقة الآن نتحدث مع كل معطيات الجديدة الآن نعم إذا كان قوات سوريا الديمقراطية قوات سوريا الديمقراطية تقول لا نرغب في الصدام على الجيش العربي السوري ولكن هذا الكلام مجرد أن تصل إلى الجهة الشمالية من الرقة من دير الزور هذا يعني أنه يرسم بالسياسية خطوط حمراء في وجه تقدم الجيش السوري إلى الجهة الأخرى من الفراء سيناريو الجيش ما هو من المفترض أن يكون في هذا العالم؟ أنا في تقديري الجيش أمامه خيارات كمان أنه هذه المنطقة لا يجب أن تقف يعني يجب أن على الجيش العربي السوري وطبعا نحن لا نملي نحن نقطرح لأنه بالنتيجة أنه لا نقبل بأي خطوط حمراء يرسمها الجيش السوري تماما كما حصل يرسمها التحالف الأمريكي لأنه مفترض أن يتابع الجيش السوري حتى لو أدى إلى صدام أنه هذه المنطقة ليس هناك خطوط حمراء أمام تحرك الجيش العربي السوري في أراضي وخاصة في دائر الجميع سيدان نتحدث عن قوات مدعومة أمريكية نتحدث عن الجيش السوري طبعا يحصل اشتباك طبعا يعني عن أي ماركة يمكن لنا أن نتخيلها أنا يعني يمكن لن تحصل بي لن يحصل اشتباك كبير وإنما رسائل كما حصل في التنف يعني غارة جوية ربما إسقاط طائرة قصف مدفعي يحصل مناوشات وربما لا يحصل شيء يعني أنا في تقديري لا يجب أن يترك الأمر أن تتحكم فينا عقدة الخطوط الحمراء يجب على الجيش العربي السوري قطع نهر الفرات في هذه المنطقة على كل حال الجسور مدمرة والجيش استحضر جسور حديدية للعبور إلى الضفة الأخرى يجب أن يعبر إلى الضفة الأخرى مع أنه باستطاعة الجيش العربي السوري هنا أن يتقدم على الطريق الواصلة من دير الزور وجنوب تقع جنوب الفرات يعني فيه طريق هي اللي يحاول الأكرار الوسور إلى هذا الطريق الصفرة هذا الطريق للشهة الشمالية من نهر الفرات وتصل إلى باتجاه الجنوب باتجاه الميادين والبوكمال وهناك طريق وهناك أيضا طريق سكة حديدية في هذه المنطقة وطريق من الجنوب هنا يعني من دير الزور جنوب نهر الفرات تصل إلى الميادين ودير الزور ولكن يعني وتجمع الكثيف لداعش وموجود إلى الجهة الغربية من نهر الفرات وليس على الجهة الشرقية لذلك على الجيش العربي السوري أن يقاتل على الاتجاهين لأنه إذا قاتل من اتجاه واحد يعني من هون من المطار وجنوبا باتجاه الميادين باتجاه دير الزور سيصطدم بالتجمع السكانية الكبرى وبداعش الموجود وخاصة في الميادين يعني له مراكز عديدة وهناك العديد من الكرة عشرات الكرة منتشرة على طور نهر الفرات ولكن من الجهة الغربية وليس من الناحية الشرقية لذلك داعش اختار المنطقة قصد اختارت المنطقة الأسهل والتي ليس فيها وجود لداعش لسيطرة على هذه المنطقة لمنع الجيش العربي السوري من إكمال عمليته لأنه هذه المنطقة ستعيق عملية الجيش السوري باتجاه الجنوب لأنه قلتلك المناطق سيصطدم لغرب التجمعات الكبرى لداعش بينما لو قاتل على محورين المحور الجنوبي والمحور الشمالي يشتت جهود داعش خاصة أن يستطيع الجيش السوري في المحور الشمالي هنا في هذه المنطقة القيام بالتفاف عبر هذا المحور والتقدم بسرعة وعزل هذه المناطق بسرعة بينما إذا تقدم من الجهة الغربية سيصطدم بدفاعات داعش وستنتهي المعركة بانتصار الجيش السوري ولكن سيدفع خسائر أكبر لأن الجهد الرئيسي لداعش موجود في هذه المنطقة طبعا حاليا الجيش يوسع أيضا نطاق السيطرة من هنا من المطار باتجاه الجفرة وحبيجة سقر هاي الأسهم الزرعة باتجاه يوسع نطاق السيطرة في هذه المنطقة للسماح للطائرات للسماح باستخدام مطار داعي رزوري يعني حاليا يقضي توصيع نطاق الحيطة حول المطار باتجاه الشمال للسماح باستخدام هذا المطار لنقل تعزيزات وإمدادات أيضا الجيش السوري سيتقدم من هذه الجهة باتجاه البغيلية وعياش لاحقا اليوم الطيران الروسي قام بقصف البغيلية وعياش وأيضا الجفرة هاي الجفرة هنا نعم بكل أحوال سنبقى في الميدان طبعا هون يعني بس بس عن قوات سوريا الديمقراطية من هذه الجهة قوات سوريا الديمقراطية لاحظة يعني مصلت للصالحية مطاحن أو معامل دقيق هنا في هذه المنطقة وهنا تقدمت إلى شرق إلى غرب المدينة الصناعية هاي المدينة الصناعية وأصبحت على بعد 6 كيلومتر من الدوار هذا الدوار هنا هذا عقد الطرق هنا موجودة خطوط سقاق حديد وطرق رئيسية ولكن اليوم داعش قام بهجوم معاكس شرق المدينة الصناعية يعني قوات سوريا الديمقراطية بعيدة فقط 6 كيلومتر عن هذا الدوار وتصبح مسيطرة على عقدة الطرق وانا هيئلت أنه على القوات الجيش العرب السوري أن تدخل وتسيطر على هذه العقدة قبل وصول قوات سوريا الديمقراطية حتى الآن قوات سوريا الديمقراطية لم تصل إلى هذه العقدة يعني الجيش العرب السوري يجب أن تكون أولوية الآن على عقدة الطرق. داعش لن تجرؤ. عفوا. انقصد لن تجرؤ. حتى الآن. قلت أنها تقدمت بمحور سهل. نهر الخبور. هذا نهر الغبور بالأزرق. نهر الخبور لم تتقدم قوات سوريا الديمقراطية عليه. لماذا؟ لأن قوات سوريا الديمقراطية. هذه المنطقة. نهر الخبور هناك تجمع سكاني كبير. وداعش له مراكز كبيرة في هذه المنطقة. وقوات قصد لمحدودة العدد لا تستطيع التقدم عبر هذا المحور. لذلك هي اختارت منطقة صحراوية. حتى لو كانت قوات قصد هنا في هذه النقطة محدودة العدد مدعومة أمريكيا؟ حتى. لأنه بعدها بالرقة حتى الآن متعثرة. وهون هناك مناطق على نهر الخبور. هناك عشرات الكرة. وهناك عشرات ألوف السكان. وفي هذه المنطقة يتمركز داعش ويقيم تحصينات. ليس باستطاعت قوات محدودة العدد في بضعة ألاف القتال في هذه المنطقة. بينما حشد الجيش العربي السوري في دير الزور. يعني هو مجموعة عملياتية أكبر من فرقة. لذلك الجيش العربي السوري يستطيع التحرك بيسر وسهولة أكبر. سننتقل إلى سنبقى في الميدان السوري. وماذا بث الأعلام الحربي. حيث بث مشاهد جديدة توثق فك الطوق عن حمية مطار دير الزور العسكري. وحيي هرابش والتحتوح. حيث التقت القوات المهاجمة باتجاه محيط لواء التأمين جنوب غرب المطار. وكانت الميدين أول من بث هذه الصور الأمس. وتظهر المشاهد القائد الميداني في حزب الله. الحاج أبو مصطفى وهو يدير عمليات المقاومة خلال التنسيق بين القوات المهاجمة والقوات المتواجدة داخل المطار. هذا وشن سلاحاء الجو والمدفعية قصفا تمهديا لفك الحصار عن المطار العسكري. الإعلام الحربي وثق أيضا عملية تنسيق بين قادة الجيش السوري والمقاومة خلال اللحظات الأولى لتقدم القوات من الجهتين قبل التقاء القوات وفك الحصار عن مطار دير الزور وأعلام النصر بتحريره. ليس فقط القائد الميداني أبو مصطفى صرح لقناة الميادين وكان هذا اللقاء أو الظهور الأول العلني لقائد ميداني من حزب الله. كان على شاشة الميادين. إنما في الجبهات بدأ الرجل يظهر ما هي الرسائل وماذا يعني هذا بالمفهوم العسكري؟ يعني هناك كان محاولات حثيثة لطمس وتغييب دور المقاومة عن الانتصارات. طبعا الحلف الأمريكي وجماعاته في المنطقة ليس في سوريا وحدة وإنما في كل المنطقة وفي لبنان أيضا يحاول تغييب دور المقاومة في مكافحة الإرهاب وفي الانتصار على الإرهاب. لذلك أنا في تقديري تظهير هذا الموقف كان ضروريا في ويمكن أن نعتبره حربا استباقية مع الحلف الآخر الذي يحاول. لأن المقاومة إذا كان لها دور في الانتصارات التي صنعت ضد الإرهاب وفي السابق كرسة انتصارات ضد العدو الإسرائيلي. هذا يعني يعتبرونه أنه أن الحزب قد يستثمره في السياسي. لذلك شفنا التشويش والحرب الألمية بعد كل انتصار تقوم به المقاومة تأتي هناك حملة للتشكيش والتشويش على هذا الانتصار. تماما كما حصل في الجرود. لحظة بعد معركة الجرود. قبل معركة الجرود كانت الحملة الألمية على المقاومة خافتة. ثم تصاعدت بعد الانتصار في الجرود. هم لا يريدون أن تكون المقاومة شريكا في أي انتصار. لذلك أنا في تقدير المقاومة لحظة تظهير هذا الموقف هو في لحظة مفصلية. وأن المقاومة هي جزء من محور مقاومة ممتد. والمقاومة ليست نقطة صغيرة في هذا البحر. هي رافض كبير لمحور المقاومة. والمقاومة تريد من إظهار هذا الرجل الكبير. يعني القائد الكبير الذي بذل جهودا كبيرة. وهذا يظهر أنه كان دور المقاومة رئيسي ومركزي في الانتصارات وفي مواجهة الحرب التي شنت على سوريا. وأن المقاومة لم تبخل بأي جهد. والمقاومة كانت موجودة حتى ضمن الحصار. هذا القائد موجود منذ تسعة أشهر في دير الزور. وهو يضع الخطط مع الضباط السوريين لمواجهة لمواجهة الداعش في هذه المنطقة. ولا منع سقوط المنطقة بيد داعش. أنا في تقديري. هذه الرسائل أيضا من قبل المقاومة. من ضمن الحرب الإعلامية. هذه الرسائل لتقول أن المقاومة موجودة في سوريا. أينما تقطد الظروف ستكون متواجدة. ليس في لبنان فقط. وليس على الجرود. وليس على الحدود الجنوبية. أيضا في سوريا. في الجولان. في الشرق السوري. لكن استخبارات المحور الآخر. نتحدث عن هذا المحور. لا يستهام بها. هي تعلم بأن المقاومة أصلا موجودة. وأن الجيش السوري يخذ هذه المعارك. على كل الجبهات مع حلفائه. وليس بمفرده. هي كانت موجودة. وكان المحور أضعف. كان المحور في مرحلة دفاعية. وليس في مرحلة الهجوم استراتيجي. المقاومة كانت موجودة. واستهدفت المقاومة بأكثر من ضربة. في ضواحي دماشق. في الجولان. في ريف القنيط. استهدفت أكثر من مرة. ويعني العدو يعلم أنها موجودة. ولكن وجودها بهذا الإعلان. يؤكد الإصرار على أن المقاومة مصرة على دورها من ضمن هذا المحور. وأنها ستواجه المحور المقابل. وأنها ستبدل الجهود. وأنها ليست رقما صغيرا في هذه المعادلة. هي رقم كبير. المقاومة أضحط. ستواجه أين وكيف هذا يترك لما بعد طالما ونتحدث عن أن معركة دير الزور هي آخر المعارك الكبرى. هذا سؤال يسأل في الفترة المقبلة. أيضا بس شغلي أنه هذا نموذج. أبو مصطفى هو نموذج لقادة المقاومة الذين يعملون بصامت. يعني نحن لا نعرف قادة المقاومة إلا بعد استشهادهم. أبو مصطفى هو القائد الوحيد الذي ظهر في الميدان. وظهر دوره البارز في حرب دير الزور. هذا نموذج المقاومة. نموذج القادة المضحين المتواضعين. الذين يتخلون عن مصالحهم الشخصية وعن الإعلام. وعن كل شيء يقدمون. نذهب إلى نماذج السياسة الخارجية. كيف لا يدهمنا الوقت السياسة الخارجية لسوريا. حيث كلام نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لقناة الميدين. حول تدفيع إسرائيل ثمن اعتداءاتها على سوريا. أثار الاهتمام في إسرائيل. واستدعى ردا مباشرا من قبل وزير الأمن فيكدور لبرمن. أطلقا هذه الاهتداءات. المواقف التي أطلقها نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. في مقابلة مع قناة الميدين حول الموقف من الاعتداء الذي شنته إسرائيل على سوريا. أثارت الاهتمام في إسرائيل. وزير الأمن أفكدور لبرمن رد على كلام المقداد على نحو مباشر. وأشار إلى أن إسرائيل تأخذ كل التهديدات على محمل الجد. كلنا نأمل في يوم ما أن يتحول الشرق الأوسط إلى منطقة سالم وتعاون وتعايش. لكن للأسف سمعنا تهديدات تأتي من الحدود الشمالية. وأقصد كلام نائب وزير الخارجية السورية الذي هدد مرة أخرى وهاجم وأهان إسرائيل. أقترح على جيراننا في الشمال أن لا يحاول تجربنا. وأن لا يطلق التهديدات لأننا نأخذ كل التهديدات بجدية. محللون رأوا أن رد لبرمن على كلام المقداد للميادين يعكس القلق الإسرائيلية من التطورات في سوريا. ألا تعتقدون بأن رسائل التهديد التي وجهها لبرمن ردا على كلام المقداد كان يمكن نقلها على نحو دبلوماسي عبر الأمريكيين أو الروس أو حتى الأوروبيين. هناك الكثير من الجهات التي يمكن عبرها نقل رسائل. لكن هذا يعني أنك تصرخ عاليا لا تجربوني. وهذا يعني أيضا أنك أكثر قلقا من الجانب الثاني. وزير الاستخبارات إسرائيل كاتس انضم إلى جوقة المهددين. ودعا إلى المحافظة على الخطوط الحمر التي وضعتها إسرائيل في سوريا. على إسرائيل المحافظة على الخطوط الحمر في سوريا. وعلى رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو مطالبة الإدارة الأمريكية بأداء دور فاعل في كل ما يتعلق بالحفاظ على المصالح الأمنية القومية لإسرائيل في كل ترتيب أو واقع ينشأ في سوريا. وعدم ترك الملعب لإيران وأذرعها في الحلبة السورية. بدورها وزيرة العدل أيالت شاكيد رأت أن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم مشروط بإبعاد إيران عن سوريا. وأشارت إلى أن الحضور الإيرانية في سوريا قد يكون سيئا جدا لإسرائيل التي لن تقبله. لم يتأخر الخلاف الخليجي في التأثير على الساحة السورية. انقسمت الفصائل المسلحة بين باحثين عن دخول إدلب بنظام المصالحات. وآخر يبحث عن استمرار القتال. واقع فجر الخلاف داخل جبهة النصرى. ينتهي بالإطاحة بشرعيين نصرى. السعودي عبدالله لمحيسني معلنا استقالته من النصرى ليغلق بذلك مشروع أراد لمحيسني من خلالها أن يكون أيقونة الجهاد السلفي في سوريا. رضا الباشا والتفاصيل. انتهى دور عبدالله لمحيسني. الشرعي في جبهة النصرى أعلن انشقاقه عنها. قرار لم يكن مستبعدا في ظل خلافه المتصاعد مع الجولاني. خلاف بدأ مع الصراع بين أحرار الشام وهيئة تحرير الشام. صراع الأخوة محرم. هكذا عبر لمحيسني عن رفضه للاقتتال بين الأحرار والنصرى. الداعية السعودي لم يغب عن معارك سوريا بعد أول ظهور له في كسب. فيما عرف آنذاك بمعركة الأنفال. بعد أقل من ستة أشهر فشلت وعوده بدخول بلدتين نبولة والزهراء. ما مثل ضربة لمشروع إعلامي يبحث عن تحويل الشرعي السعودي لأيقونة الجهاد في سوريا. ليعود نجم المحيسني إلى الواجهة مع معارك فتح إدلب. نجح آنذاك في توحيد المسلحين تحت مسمى جيش الفتح. جيش الفتح هو خلاصة تصفية ساحة تسمية وتمحيص طويل جرى في ساحة الشام. خصصت للرجل إزاعة خاصة. راديو التحرير. أواخر عام 2015 عاد جيش الفتح للإنهيار. عملت وسائل الإعلام على الاستفادة من أيقونة المحيسني وخطاباته. فأظهرته القائد الجريحة حيناً وروج لخبر مقتله أحياناً أخرى. يجمعوا كلمة المسلمين. عجلوا بإعلاني حكومة من داخل أبو الشام. حكومة من بين الدماء. في معارك حلب أدى ابن منطقة القصيم السعودية ومكينته الإعلامية دوراً هاماً في دفع الشباب واليافعين للقتال. فيما عرف قبل عام بمعركتي الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية. فشلت دعوات المحيسني في حلب. تحررت المدينة. فكانت الوجهة إلى حما. لم يكتب لمهمته النجاح في الريف الشمالي للمدينة. ليأفل معها نجم شرعي النصرى عبدالله المحيسني بعد فشل وعوده في توحيد الفصائل المسلحة وانتقاده الحاد للملك السعودي على خلفية الصراع الخليجي. في غضون ذلك وصل رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني إلى كاركوك لإجراء محادثات مع محافظها بشأن الاستفتاء المزمع إجراؤه. في موازات ذلك انتشر مسلحون من اللواء السادس عشر من البشمرقة في محيط كاركوك وفق مراسلنا. كما سجل انتشار لتلك القوات في محيط داكوك وتوز خرماتو وترى الحكومة العراقية. أن هذا الانتشار يهدف إلى منع تقدم القوات العراقية باتجاه المناطق الكردية بعد تحرير الحويجة من داعش. عميد هذه القوات للبشمرقة وهي لحماية الاستفتاء المزمع في 25 ميناء الجاري. حتى الآن الصورة ضبابية. لنعلم إذا كان سيجري في هذا الموعد أم لا مع قرار البرلمان وتكليف السيد العبادي باتخاذ الجراءات. لازم الحفاظ على وحدة العراق. وبالتالي ما هي السيناريوهات المقبلة أمام هذا التواجد للكرد؟ يعني انتشار البشمرقة في هذه المناطق هو لتأكيد على أن كاركوك هي ضمن الدولة الموعودة. يعني دولة كاركوك أصلا. متنازع عليها. متنازع عليها. ولم تكن مرة. الأكراد يتهمون الدولة العراقية أيام صدام حسين أنه أسكن عرب في كاركوك لإحداث نوع من الغلبة الديمقرافية ضد الأكراد. وأيضا الأكراد قاموا بالمثل بعد الدخول الأمريكي. قاموا بتطهير عرقي أيضا في كاركوك بهدف أيضا تحقيق غلبة كردية في عدد السكان. على كل هذه المنطقة هم يحاولون فرض أمر واقع. وهم يعبرون بأشكال شتى عن هذا الأمر. يعني هم يقولون حتى عندما لم يشاركوا في معركة الموصل أو في معركة طل عفار. أنه لسنا مستعدين لدفع قتلى وضحايا لأراضي لا تعود لكردستان. يعني هم فصلوا ذهنيا وفكريا وثقافيا فصلوا عن العراق. هم حاليا يريدون إجراء استفتاء. وأيضا أدخلوا كاركوك في هذا الاستفتاء. وهذا الاستفتاء يعني معروف النتائج سلفا. للقول أن كاركوك هي محافظة ضمن كردستان. وكردستان يعني وإذا الاستفتاء نال النتيجة المطلوبة تصبح كردستان مستقلي. طبعا يعني هذه سيكون لها تدعيات. سنعود عميزي هذا لأنه زميل معنا محمد الفهد معنا من العاصمة العراقية بغداد. محمد آخر المعلومات حول هذا التواجد الكردي العسكري في هذه المنطقة. ما هو السيناريو أمام الجيش العراقي؟ ما هي القرارات؟ هل من قراراته اتخذت جديدة على ضوء القرارات البرلمانية؟ تفضل. نعم سلمة حتى اللحظة لم تصدر أي قرارات رسمية بخصوص التحركات الكردية. وأيضا تواجد الفعلي في بعض المناطق التي توصف بالمختلف عليها. هناك تواجد للقوات الكردية في طوس خرماتو. وهو قضاء تابع لمحافظة صلاح الدين. ويقع على الطريق الرابط ما بين بغداد وكاركوك. يمتد هذا التواجد حتى داقوك وكذلك تازة والبشير إلى الجنوب الغربي من كاركوك. هذا التواجد قد يقف حائلا دون فتح جبهة نحو الحويجة في حال انطلاق معركة تحريرها من جبهتها الشرقية وحتى الشمالية. لكن تأثير هذا التواجد على معركة الحويجة ربما غير كبير بحسب المعطيات الميدانية. لاعتبار أن هناك طرق متاحة أمام القوات العراقية باتجاه الحويجة من الغرب ومن الجنوب. وبالتالي حتى إذا ما هذا البقاء استمر أو لم تحل هذه القضية أو لم يتم التنسيق بين القوات الاتحادية وكذلك البشمرقة بخصوص معركة الحويجة. أو هذا التواجد فأن المعركة ستنطلق وفق القيادات الميدانية من المحاورة التي تملكها القوات العراقية. وأيضا لاعتبار أن الحويجة هي تقع على مفترق طرق. هي متصلة جغرافيا بجنوب الموصل عند القيارة. متصلة بمحافظة صلاح الدين من شمالها الغربي وكذلك من شمالها تحديدة عند منطقة الفتحة. وكذلك عند حقول عجيل وعلاس. وأيضا يمكن للقوات أن تسلق طريقا آخر. وهو المنطقة الفاصلة ما بين صلاح الدين وديالة. وهي منطقة طيبيجة. فيما خصت تواجد الكردي سلمة. هو منذ فترة ليس الآن. القوات تدير أجزاء من توس خرماتو. وتحيط بتازا والبشير. وهي مناطق تابعة لكاركوك. تم التنسيق في حينها لدخول قوات من الحشد الشعبي. وأيضا مشاركة الحشد التركماني في تحرير هذه المناطق. لكن فعليا إدارة مراكز هذه المناطق هي بيد الحشد التركماني. بالتالي القوات هي تحيط بهذه المناطق. وأيضا لدى قوات البشمرقة الإمكانية أن تعزل هذه المناطق عن محيطها. في حال ربما حدث تصعيدا ما بين المركز وما بين قوات البشمرقة. مشاركة البشمرقة في الحويجة بحسب الرؤية الكردية. هو ليس مهما لكاركوك. لاحتبار كما قلنا سلمة أن الحويجة يتقع في الطرف الجنوب الغربي من كاركوك. ومتصل بأراضي تابعة للحكومة الاتحادية. نتحدث عن الموصل. نتحدث عن صلاح الدين. وصولا إلى المنطقة الفاصلة ما بين صلاح الدين وديالة. وهي منطقة الرشاد. شكرا جزيلا لك محمد الفهد. كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد. هذا يعني عميد بأنه أكثر من جهة أو جبهة يمكن للقوات العراقية أن تذهب إليها باتجاه الحويجة. يعني أنا بتقديري أصبح ملحا اليوم فتح معركة الحويجة لتضييق التماس. لأن شهية الأكراد وتحديدا مسعود البرزاني شهية كبيرة. يعني نحن لاحظنا أن الأكراد أن البشمركة لم تأخذ معارك إلا في المناطق التي كانت تطمح لضمها إلى كردستان. سواء في الموسى المخمور أو في شمال صلاح الدين أو في كل هذه المناطق التي دخلت إليها. يعني هنا هذا المناطق المشار إليها بالأصفر جزء منها في صلاح الدين. وأيضا طوز خرماتو وهي تابعة لصلاح الدين. هاي طوز خرماتو هنا. يعني في كل هذه المناطق تواجد فيها الأكراد لأن الأكراد البشمركة كانت تطمح إلى ضم هذه المناطق. لذلك كل المعارك التي خاضتها القوات العراقية لاحقا مع داعش لم تشارك فيها البشمركة. سواء في الموسى أو في تلعفر أو في العياضية. ولاحظة أن الأكراد موجرين على تماثم مع كل هذه المناطق من جهة الشمال. لم تتحرك قوات من هذه المناطق على الإطلاق. وكان دائما الهجوم يتطم من الشرق والغارب والجنوب. أما الشمال فلم يكن هناك الهجوم. الأمور متجهة إلى تصعيد قبيل معركة الحويجة أو الحويجة؟ طبعا أنا بتقديري على القوات العراقية الانتهاء من الحويجة. وكما قال عبدالله تستطيع هذه القوات التقدم من أكثر من اتجاه محمد الفهد. أن تقوم بهجوم من الجنوب الشرقي من هذا الاتجاه باتجاه حمرين. وأيضا من جهة الشرقات باتجاه سلسلة جبال مكحول. ومن الغرب أيضا هنا من الغرب. وهي جبال مكحول أيضا من جهة الشرقات. يعني تستطيع القوات العراقية استخدام محاور أخرى للدخول إلى هذه المنطقة. لتصبح على تماثم مباشر. أيضا كما يقوم الأكراد بالاستنفار في هذه المنطقة. أو البشمركة في هذه المنطقة. للقول أننا نريد فرض أمر واقع. أيضا على القوات العراقية. الدخول إلى هذه المنطقة. لتفرض أمرا واقعا مماثلا. مهم هذا الكلام ومرحب بأسعة أكثر. نعم. اسمح لي سنتوقف مع فاصل مضطرون. نذهب إلى فاصل. فاصل قصير وسنعود. من جديد أهلا بكم إلى الميدانية. ونذهب إلى الميدان السعودي. حيث أعلنت السعودية أحبط مخطط لتنظيم داعش. كان يستهدف وزارة الدفاع. بيان لرئاسة أمن الدولة. أفاد بالقبض على انتحاريين يمنيين. قبل مهاجمة مقرين لوزارة الدفاع. إلى جانب سعوديين. فيما قالت مصادر حقوقية سعودية. قالت أن السلطات اعتقلت مفكرين ودعاة وإعلاميين. ولم يصدر حتى الآن أن يبيان بشأن الاعتقالات من مصادر رسمية سعودية. فاطمة قاسم. صرح مصدر المسؤول. السلطات السعودية تعلن أنها أحبطت هجوما إرهابيا لتنظيم داعش. بهدف تفجير مقارة تابعة لوزارة الدفاع. حدث أمني يأتي بعد ساعات على الأنباء التي غصت بها وسائل التواصل والمواقع الإخبارية. عن حملة الاعتقالات الواسعة في المملكة التي طاولت أكثر من عشرين داعية وشخصية دينية بارزة. السلطات السعودية قالت أن الجهات الأمنية لديها نجحت في القبض على الانتحاريين المكلفين تنفيذ العملية الإرهابية. وهما اليمنيان أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد. كما ألقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية. بأنه خلال متابعات هي للتهديدات الإرهابية. الأمن السعودي قال أنه ضبط حزمين ناسفين وتسع قنابل يدوية محلية الصنع وأسلحة نارية. كما جرى دهم استراحة في حي الرمال بمدينة الرياض اتخذها الانتحاريون مقرا للتدرب. أما فيما يتعلق بالاعتقالات فقد أشارت منظمات حقوقية إلى أن السلطات السعودية نفذت حملة اعتقالات جديدة. طاولت أيضا مفكرين ودعاة وأعلاميين. ونقل عن مصادر سعودية مطلعة أن هذه الاعتقالات ترتبط بأنشطة تجسس لمصلحة قوى خارجية. وأنها تتلقى تمويلا ودعما من دولتين أخرين بهدف الإضرار باستعودية وزعزعة أمنها ووحدتها الوطنية. تمهيدا لإطاحة النظام السعودي لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين. أعلن الرئيس التركي رجل طيب أردوغان توقيع عقد مع روسيا لشراء منظومات صواريخ S-400 المضادة للطائرات. هو الأكبر بين البلدين. ونقلت وسائل أعلام تركية عن أردوغان قوله أن تركيا حرة في شراء المعدات الدفاعية الضرورية وفق حاجاتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العقد هو الأكبر الذي توقعه تركيا مع دولة خارج الحلف الأطلسي. ما يثير قلق دول الحلف الأخرى. وكان البنتاجون قد لفت إلى وجوب شراء الحلفاء معدات. أنظمتها متوائمة من الناحية التقنية. مناورات عسكرية سنوية بمشاركة دول في حلف النيتو تقودها الولايات المتحدة في أوكرانيا. بينما تجري روسيا وبيلاروسيا مناورات استراتيجية دفاعية على أراضيهما. ماذا عن طبيعة هتين المناورتين وأهدفهما وبعض تفاصيل القوات المشاركة فيهما والعتاد العسكري. ملاك خالد والتفاصيل. أهلا بكم. بقدر ضرورتها لتأكيد استعدادات الجيوش وتدريب العناصر البشرية على مختلف أنواع الأسلحة. تحمل المناورات العسكرية عادة رسائل عديدة عن جهيزية قوات الدول المشاركة فيها وقدرات الردع لديها. من هنا تكتسب منطقة شرق أوروبا. وبالذات بين أوكرانيا وبيلاروسيا أهمية خاصة هذه الأيام تحديدا. فمن جهة تقفض واشنطن منورات رابت رايدنت 2017 بمشاركة حلف النيتو على أراضي أوكرانيا المناسقة لبيلاروسيا. منورات هذا العام يشارك فيها نحو 2500 جندي من 15 دولة. وهي تجري على مرحلتين. مرحلة القيادة والسيطرة ومرحلة التنفيذ على الأرض. المناورات انطلقت الأسبوع الماضي مع وصول خبراء في سلاح الجو الأمريكي إلى قاعدة عسكرية جوية غرب أوكرانيا لتدريب المشاركين في هذه المناورات على التعامل مع مختلف أنواع التشكيلات العسكرية من الجو وتنفيذ مهمات متنوعة بينها الإعداد والنقل الطبي والإنزالات. على الجهة المقابلة من الحدود يستعد أكثر من 12.700 عنصر نحو 6000 منهم من الروس لبدء المناورات الاستراتيجية تحت عنوان زباد 2017. منورات تبدأ في الرابع عشر من الشهر الحالي في كل من بيلاروسيا وكلينجراد ولينجراد وبسكوف غرب روسيا بمشاركة 70 طائرة ومروحية ونحو 700 ألية قتالية بينها 250 دبابة من فوج الحرس الأول الروسي الذي أعيد تشكيله أخيرا. وبرغم تأكيد البلدين الحاليفين روسيا وبيلاروسيا أن هذه المناورات دفاعية تنبحت وأن هدفها تعزيز التنصيق العسكري والتعاون بينهما لمكافحة الإرهاب. وبرغم إبلاغ الناتو رسميا طبيعة هذه المناورات وأهدافها تتوجس دول ضمن الناتو منها لثوينيا وبولندا من أن تكون لهذه المناورات أهداف عدوانية تخفيها موسكو. كل هذا يضاعف من أهمية هذه المناورات في كل من أوكرانيا وبيلاروسيا. ويشغل العسكريين والسياسيين على حد سواء في عواصمة عديدة بتفسير الرسائل التي تريد كل من موسكو وواشنطن تمريرها تحت عنامين الدفاع والجاهزية. معنى من العاصمة الروسية مدير مكتب الميادين في موسكو. سلام العبيدي. سلام أهلا بك عن هذه المناورات. ماذا عن التوقيت عن ردود الأفعال. الهدف منها والرسائل. الهواء لك تفضل. أهلا بك سلمات. في الواقع بالنسبة لتوقيت هذه المناورات. فإذا أتناول المناورات الروسية بلاروسية زابت 2017. فهي أساسا موجودة في برنامج التدريب العسكري المشترك للدولة الاتحادية لكل من روسيا وبيلاروسيا. هذه المناورات تجري عادة كل سنتين. وجاء دورها الآن في هذا الوقت تحديدا. لذلك من ناحية التوقيت لا يستطيع أن نقول أن توقيت المناورات الروسية البلاروسية جاءت على حين غروا بشكل مفاجئ. في حين أن المناورات التي تجري في أوكرانيا هي مناورات تحمل طابعا مستجدا في المنطقة. وتأتي على خلفية تراقبات كثيرة تشهد المنطقة. وخاصة التوتر في العلاقات بين موسكو وكيف على خلفية الأزمة بين البلدين بعد انضمان القرض إلى روسيا. وكذلك الحرب في شرق أوكرانيا التي أدت إلى اختطاع جزء كبير من شرق أوكرانيا. والآن هو في حالة شبه استقلال عن أوكرانيا. طبعا هذه أيضا الأمور تأتي في سياق تمشيط لعملية التسوية في شرق أوكرانيا. من خلال الآن طرح فكرة إرسال قوات دولية إلى البلدين للفصل بين الطرفين. بين الطرف الأوكراني الذي يوثل الجيش الأوكراني والقوات الحكومية. والطرف الآخر الذي يوثل الجهتين الأخرين وهي الحكومتين الشعبيتين في كل من دانيسك ولودانسك. لكن طبعا الرسائل الأقوى هي تتعلق بالبناورات التي تجري بين روسيا و بلاروسيا البتاخبة لدول البلدين تحديدا وطولونيا. حيث أن هذه الدول وبالدرجة الأولى دول البلطيك الثلاثية كانت دائما تقود الحملة الإعلامية ضد روسيا. وترى في أي تحرك عشكري روسي في تلك المنطقة بمثالة مباشر لها. وهذا أيضا ينسجم مع تلك الحالات التي تقع في الأجواء بحر البلطيك. التي تعرض باستفزازات المتبادلة بين الطرفين عندما تحلق الطائرات دون استخدام جهاز المستجيد. والتي أدت أيضا إلى إثارة حفيظة كل من فنلندا على سبيل المثال والسويد. الأمر الذي دعا إلى سفر الرئيس بوتين تحديدا إلى فنلندا لتسويت هذه القضايا. وأيضا أثناء زيارة الرئيس الفنلندي مؤخرا إلى واشنطن. أيضا دم التطلق إلى هذه المسألة. لكن في كل الأحوال التوقيت في كل من هذه المناورات يثير إلى أن عدم اتقى ما زال موجودا بين روسيا من جهة وبين دول حلب شمال الأطلسي. وأن عدم اتقى هذا هو الذي يثير هذه المسألة في أمور قد تبدو اعتهادية. لكن بالعودة إلى ما يجري في العالم بشكل خاص وفي منطقة الشرطة بشكل خاص. يمكن أن القول بأن هذه المناورات وهذه المواجهة بين الطرفين. هي تعود إلى فتح جبهات متعددة في مناطق مختلفة لإشغال أحدهما الآخر. من هذه الزاوية يمكن أن نتناول تلك التناقضات في إجراء المناورات. سواء كان الروسيا البلاروسيا أو الإكرانية. بعدها الحلب شمال الأطلسي في الإكرانية. نعم سلام. سلام العبيدي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. مدير مكتب الميادين كنت معنا من موسكو. عميد رسائل متبادلة على وقع التناقضات كما قال سلام العبيدي تفضل. يعني البداية طبعا هو الأطلسي هو الذي يتحرش بموسكو منذ فترة والولايات المتحدة. يعني كلنا نعلم أن الولايات المتحدة أقامت درعا صاروخيا يحيط بروسيا. هذا الأرك هو الدرع التي أقامته الولايات المتحدة في بولندا وفي رومانيا وأيضا في تركيا. طبعا هلأ تركيا إلى حديث آخر بعد صفقة الصواريخ الأربعمية. وأيضا نشر قوات لحلف الأطلسي هنا في دول البلطيق. إسطونيا وليتوانيا ولاتفيا. ثلاث كتائب على الحدود المباشرة لروسيا وبيلاروسيا. طبعا الحلف الأطلسي هو الذي يستفز روسيا. وخاصة من بعد أزمة أوكرانيا. هو تقوم الولايات المتحدة بنشر درع صاروخي. وأيضا نشر قوات للأطلسي في هذه المنطقة وتقوم بالتدريبات. التدريبات كما قال سلام. التدريبات الروسية بيلاروسية. التدريبات الروسية البيلاروسية. هي مقررة تقوم بها روسيا وبيلاروسيا كل سنتين. وهي تقوم بها على الحدود مع بولندا. ومع دول البلطيق. ومع أوكرانيا أيضا. طبعا نحن نعلم الأزمة القائمة بين أوكرانيا وروسيا. وخاصة أن هذه المنطقة هي دونتسيك ولوانسيك شرق أوكرانيا التي تتمتح حاليا بنوع من الاستقلال أو الحكم الذاتي ومع القرم هذه القرم هنا طبعا هذه المناورات هي نوع من عرض العضلات ونشر التوتر في أكثر يعني نقل التوتر من منطقة إلى أخرى هناك التوتر في أكثر في منطقة الشر الأوسط في المحيط الهادي وأيضا هنا الحلف الأطلسي موضوع تركيا سيخربت أنا في تقديري نعم نختصر موضوع الصفق الصواريخ S400 يعني الدر الساروخي التي تقيمها الولايات المتحدة في تركيا أنا في تقديري والحلف الأطلسي خاصة الصواريخ الهولندية ستنسح من هذه المنطقة لأنه لن تبقى مع الصواريخ الـ S400 لأنه تركيا روسيا لن تبيع صواريخ وتبقى تركيا أنا في تقديري عضو فاعل في الحلف الأطلسي لأن هذه الصواريخ هناك التزامات بين روسيا وبين تركيا وتركيا تميل إلى التطبيع مع روسيا خاصة بعد خلافاتها مع بعض الدول الأوروبية ألمانيا تحديدا وأيضا مع الولايات المتحدة حول قضايا المنطقة شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد محمد عباس على كل هذه المعلومات كما أشكر الزملاء الذين نقلوا الواقع كما هو من ميادينهم والآن إلى العنوي تعزيزات عسكرية سورية لاستكمال معركة تحرير دير الزور وموسكو تعلن تحرير 85% من سوريا مصادر تؤكد للميادين نقل المسلحين من أصول تركومانية إلى الحدود التركية انتشار مسلح للبشمركة في محيط كاركوك وداكوك وتوز خرماتو وبغداد تعتبره عائقا أمام تحرك قوتها والرياض تعلن أحباط مخطط لداعش لمهاجمة وزارة الدفاع مناورات بخطط دفاعية لروسيا وبيلاروسيا بالتزامن مع مناورات تقودها الولايات المتحدة في أوكرانيا موسيقى وللمزيد من الأخبار والتقرير والبث المباشر للميادين يمكنكم زيارة صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي الميدانية انتهت إلى اللقاء موسيقى